بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة 3 بارت 18 مينيمام كافر دايمينشن بنتكلم في الجزء دوت على أبعاد الكافر الخرصاني وطبعا الفايدة الأساسية بتاعت الكافر أنه بيعمل بروتيكشن لحديد التسليح أنه يحصل له في عملية الكوروجين نتيجة أنه ممكن يحصل فيه يدخل في الخرصانة عندك مية جوفية أو ممكن يحصل فيه أملاح أو كابريتات لو الخرصانة موجودة فيه في الصويل اللي عندك فنتكلم على أولا دا كروس سيكشن لكاميرا فيها تفاصيل حديد معينة قطع حصل له عملية تصميم احنا اللي يهمنا اللي سبيسنج اللي بين كل السيخ والتاني اللي هو اس وقبل كده تكلمنا على الاس قلنا الاس دي المفروض خلي بالك أنها المفروض ما تقلش قوي لعشان ما يحصلش تعشيش في الخرصانة أثناء الصب لأنه أنا ممكن يبقى عندي الأجريجت الأجريجت داوت لو المقاس بتاعه أكبر من الاسباسنج داوت يحصل عملية تعشيش في الخرصانة وفي نفس الوقت مش عايز الاسباسنج داوت يبقى كبير علشان لو عندي كراك اللي كراك داوت الطول بتاعه ما يزيدش لأن مين اللي ممكن يوقف الكراك لو في حديد تسليح طب تعالوا نتكلم على الترتيب الحديد اللي موجود جوه الخرصانة ترتيب الأسياخ اللي موجودة لأن ديت ليها علاقة بالكفر برضو أنا لو عندي حديد موجود في أكتر من لير بنقول خلي بالك في قاعدة أساسية إن أنا ديت لو الليير الأولانية وفيه لير تانية إيه هي القاعدة؟ إن كل سيخ في الطبقة العلوية لازم يبقى مرتكز على سيخ في الطبقة السفلية نفس الكلام هنا قادي سيخ في الطبقة العلوية في الطب لير مرتكز على سيخ تحت في البوتوم لير يبقى الكلام داوت لو رتبناه بالشكل دا خطأ ليه؟ لأن السيخ داوت مش تحته سيخ نفس الكلام السيخ دا ما فيش سيخ موجود تحته يعمل له عملية ساب بورد وطبعا الحديد عموما في قاعدة إيه هي؟ إن الحديد لازم يبقى متماسل حوالين السينتر لاين بتاع الكاميرا بمعنى أنا لو عندي أربع أسياخ يبقى دايما الكورنر فيهم سخين وأدي سخين طب أنا لو عندي خمس أسياخ يبقى أدي سخين في الكورنر سيخ على السينتر فيه سيخ في المنتصف هنا بحيث المسافات دي كلها تبقى متساوية يبقى في الحالة دي احنا بنراعي القواعد بتاعة الACI Code في حالة ترتيب السياخ الحديد داخل المقطع الخرصاني علشان برضو تحافظ على الكفر بتاعك بشكل مقبول اللي احنا قلنا ليه minimum dimension وتكلمنا عليها في السيكشن اللي فت طيب بنتكلم هنا على حاجة مهمة جدا اللي هي nominal maximum aggregate size nominal maximum aggregate size بنقول ان في حاجة اسمها المقاس الاعتباري الاكبر للركام المفروض الركام اللي عندي ما يزيتش عن قيمة معينة اول قيمة عندي اللي هي الثلاثة اربع اللي هي المسافة اللي موجودة دي بنسميها أو تلت الاسلاب ديبس لو انا عندي سلاب ده الديبس بتاعها او عبارة عن اتش المفروض ان nominal maximum size ما يزيتش عن تلت اتش او خمس نارو ويست يعني اقل لبعدة عندك موجود في الكورنر المفروض في الحالة دية الماكس ما يزيتش عن خمس نارو ويست طيب الكلام دوت ليه علشان ما يحصلش عملية تعشيش لانه زي ما قلنا الاجريجة عندي لو المقاس بتاعه كبير في الحالة دية الخرصانة مش هتدخل بين الاسياخ اللي عندك وبالتالي يحصل تعشيش وبعد كده يحصل كوروجن للحديد شكرا